ممكن يكون مؤخراً نحن بقى عندنا له وعي عام بأهميته حتى في المؤسسات والشركات نعم الآن هو طبعاً واحدة من الحاجات التي الآن موجودة في الشركات كانت ما فيه هو التنمية البشرية دور التنمية البشرية من التدريب والتاهيل وتقييم الموظفين وإعداد ومعداد الجيد للمستقبل بل الترقيات بتحت الموظفين بيقى على الكفاءة لأنها بيقى في جهة بتقدر تغيمه زمان ما كان في جهة بتغيمك انت وعلاقك بالإدارة وحضورك بدري أنا ممكن أجي بدري لكن ما أكون بعرف شغل ممكن أطلع آخر إنسان أقفل الشركة دي كل المفاتيح أشيلة في جيب لكن ما أنا ما عندي علم يعني أو ما عندي معرفة حتى بأشياء الشركة خلي خارجها فالآن الإدارة الموارد البشرية بيقى إدارة مختصة وبجيب لها خبرة فهم بيقيموك بيقيم عدد ساعات عملك بيقيم مؤهلك بيقيم طريقة تفاعلك مع الجمهور وكده كل الخطوات دي يعني بيقى علم علم يدرس إدارة بجانب التدريب من باب الاستثمار طبعا في الموظفين نعم نعم لأنك إنت لو أهلت موظف حتى لو دار انتغل من شركتك دي لشركة أخرى بيكتب في السي في بتاعته موظف في شركة كده الشركة دي عندها سمعة جيدة معناها هو بلقى قبول في أي مكان آخر لو بيقيت ما عندها سمعة جيدة نفس اللعيبة بتاعينك كورة لو فريغك كويس وانت تلعب في الفريق بمستوى محترم أي فريق تمشي له آخر بيقبلك وبمبلغ كبير جدا صحيح فده الاستثمار حتى الكورة دي ما استثمار في الموارد البشرية يعني من أقوى الاستثمارات كمان